حمد الرحمن وحفاوة العرفان وإدانة العدوان ومات له من تقاعس وخذلان أربعة مضامين رئيسة لرسالة شعبية مشتركة عبرت عنها الحشود الجماهيرية التي خرجت الخميس لاستقبال آخر الشهداء الأحياء في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة النكراء الشيخ نعمان أحمد دوهيد لم يكن خروج الجماهير لاستقباله مفاجأا ولا مستغربا فهو ديدن غالبية اليمنيين في الوفاء وتجسيد قيم التسامح والإخاء وسبق لها أن تنادث بالمثل لاستقبال الناجين من جريمة الاغتيال لدى عودتهم امتباعا من رحلاتهم العلاجية هذه الجماهير الغفيرة التي تستقبله بكل حفوات وتقدير ترسل أكثر من رسالة إلى المجتمع اليمني أن اليمن ليس مربوطا بفئة معينة بل أن اليمنين كلهم يتجهون إلى تحقيق الأمن والسلام وبعودة الأخ نعمان دوهيد نمتن نقطة تحول على أننا قادمون إلى تحقيق المصالحة الوطنية الهادفة إلى تعزيز بناء اليمن الجديد محبة في الأستاذ الشيخ نعمان دوهيد ومحبة في المؤتمر الشعبي العام ومحبة في علي عبد الله صالح ومن أجل أن نقول لأولئك المجرومين الذين قاموا بعملية جريمة جامعة النهدين إن شاء الله أن نقدر لناظره قريب وأنهم سيلقون عقابهم إن شاء الله أجمعت هتافات ولافتات الحشود الجماهيرية المستقبلة للشيخ نعمان على اختلاف أطيافها واتجاهاتها رفضها العنف ونبذها التطرف وإدانتها الإرهاب والإجرام وتمسكها بالنهج السلمي عرضا للآراء والأفكار وطلبا للحقوق والتغيير واستفافها في صف الحق وإعمال القانون وانحيازها للأمن والسلام طالب القيادة السياسية بإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم وتقديمهم العدالة لأنه من غير الممكن أن يبقى القتلة يمرح ويسرح بدون رادع بدون محاكمة يعني ذلك رفض للإرهاب رفض لما حصل في جامع دار الرئاسة ومطالبين بمحاكمة يعني الضالعين في هذا الإرهاب ومطالبين بمحاكمة تم وعدم الالتفاف على القضاء على أن الفارق هذه المرة هو أن الجماهير غادرت صمتها بعدما ضاقت بتأخر حصم القضاء في الجريمة وتجميد ملفها وتسويف تحريكه والتقاعس عن ضبط مقترفيها وما اعتبروه محاولات تسييس القضية والتعامل معها كورقة للمساومة وبدت نبرات نفاذ صبرهم أكثر وضوحا ما هذا الجمع الكبير وهذا الجمع الكبير إلا تستفتاء واستنكار للحادث الذي حصل ونحن نعتبر أيضا هذه التعتبر لدينا بالنسبة لدينا للقضاء نتمنى أن يكونوا عند مستوى مسؤوليتهم وهي تجربة أما أن يحكموا بالقضاء العادل لما حصل وإلا فنحن نعتبر هؤلاء يعني لا تتوفر لديهم القدرة أو الجراءة هذا الجمع الكبير والحشد من مختلف محافظات الجمهورية للاستقبال دليل على يعني الاستنكار الكبير للحادث حادث جامع الرئاسة ويؤكد ورسالة تأكيدية بأن الشعب اليمني يعني لن يسكت ولن يتهاون في من قاموا بمثل هذه الأعمال المشاركون في استقبال الشيخ نعمان شددوا على أن الجريمة جرح غائر في جسد الوطن ونفوس كل اليمنيين لأنها استهدفت تقويض الدولة اليمنية نفسها عبر تصفية قيادات سلطاتها بضربة واحدة والانقضاض على حكم اليمن بالإرهاب لا بالانتخاب وهبر مقدراتها بالاقتصاب بعدما فشلت مطية الشباب في إنجاز الانقلاب الشعب اليمني عندما استقبل نعمان دويد بهذه الكثافة الحقيقة هو تعبير عن معنى آخر هو تعبير عن رفض للإرهاب وتعبير عن رفض التخريب ورفض كل ما هو مسيء وكل ما هو ضد القانون وضد النظام وبقدر حمدهم الله على رطفه بالبلاد وتجنيبها فتنة طاحنة بأن أنجى جل المستهدفين بالاغتيال وعافى جراحهم وألهم رئيس الجمهورية حكمة ضبط النفس والتوجيه بعدم الرد بقدر ما ناشدوا خلفه الرئيس عبدرب منصور هادي سرعة معالجة الجرح العام للجريمة الغائر في النفوس وعدم تركه مفتوحا وقابلا للالتهاب ليست فقط هي انتصار لنعمان دويد هذه المظاهر ولكن انتصار لقيام السلم الاجتماعي الذي يجب أن لا يستهدف وأن لا يهدر في غفلة من الشعب نحن سنستمر في الدفاع عن قيمنا عن مبادئنا النبيلة عن أهداف ثورتنا عن وحدتنا عن الديمقراطية عن كافة المنقزات ونقول للقبناء لا نامت أعين القبناء يبقى الثابت في رسالة هذه الجماهير للحكومة والأحزاب السياسية أن تفجير مسجد دار الرئاسة ليس جنحة نزق أو نزوة سياسية ولا جريمة شخصية تقبل المساومة بل جريمة عامة استهدفت اغتيال وطن بأكمله سيادة وشرعية كيانا ووجودا وسلما مجتمعيا حاضرا ومستقبلا وتعني الشعب اليمنى بأكمله لا أشخاصا بعينهم أو حزبا بذاته نشاطة